بسم الله الرحمن الرحيم في الدرس السابق شفنا تعريف نظري للبرنامج وذكرنا الخوارزمية والبرنامج ومعنى برنامج ومعنى خوارزمية ومعنى برمجة والفرقات فيما بينهم في هذا الدرس ان شاء الله رح ناخذ رح نشوف برنامج فعلا مكتوب بلغة جافة هو اول برنامج تكتب واذا كنت ما سبق لك ابدا كتابت اي برنامج لكن قبل ما نكتب برنامج بلغة الجافة في شي مهم جدا هنا خلنا نكون عمليين ونشوف شي مهم جدا انا لاحظت كثير من مبتدين ببرمجة تلخبطونا شوي في البداية انت لما يقول برنامج دائما تعود على وورد على اكسل على اكسبلورر على كروم على البرامج هذه او على الابز اللي فيه فيه اجهزة الجوالات فمتعود على شي تضغط عليه ايقونا كذا تضغط عليها يشتغلك برنامج قدامك فيه واجهة رسومية يعني فيه رسومات قدامك تتحكم فيه ايقونات يكون تتحكم بالفارع او باللمس او الاشياء هذه هذا انت متعود هذا هو اللي في راسك مفهوم البرنامج لما يقول لك احد برنامج حنا هنا مبتدئين يعني هذه مادة مخصصة لشخص اول اللي مبتدئ جدا ما سبق له كتابة اي برنامج فبالتالي راح تكون برامجنا سهلة جدا ومبسطة ورح يكون شكلها مختلف شوي او يمكن البعض يقول مختلف كثير عن البرامج اللي حنا متعودين عليها المفهوم الاساسي اللي ذكرته في المحاضرة السابقة هو انه مجموعة انه برنامج سلسة من الاوامر وكذا وانه فيه يعني مكتوبة بلغة برمجة وينفذها الكمبيوتر الى اخره هذا مفهوم موجود في جميع البرامج زين يعني من الداخل جميع البرامج هي هكذا لكن من الخارج كشخص انت متعود دائم تستخدم برامج وانت متعود تكتب برامج قد يلاخبطك شوي في البداية مفهوم البرنامج ما تدري وش بتضبط وش والبرنامج هذا خلني وريك بشكل سريع برنامج هنا عندي انا موجود هذا برنامج زين الان لما اقولك هذا برنامج هذا اللي قدامك الان برنامج هنا هذا طبعا اول شي اللي قدامك هذه بيئة تطوير برامج اسمها اكلبس وموجود فيديو سابق عن كيفية تركيب اكلبس وكيفية تركيب الجافة اذا كنت ما شفت الفيديو مهم جدا كترجع وتركب الاكلبس والجافة فهذه اول شي بيئة تطوير البرامج قدامك الان هذا برنامج الان هذا اللي قدامك هذا هو كود البرنامج او نص البرنامج هذا برنامج مكتوب بلغة جافة بغض النظر عن ما اطلب منك الانك تفهم تفاصيل برنامج هذا لكن بشكل عام هذا البرنامج الآلة صرف نقود زين يعني ممكن تستخدم البرنامج هذا بآلة صرف نقود الآلة هذه تيجي تعطيها قروش معدنية نقود معدنية هللات وتصرف لك بدل ما معك مثلا كيسة كبيرة فيها 77 هللة أو 80 هللة أو شيء زي كذا تكون هي تصرف لك على نص ريال ربع ريال قروش كذا يعني تصرف لك أقل عدد ممكن من النقود المعدنية زين هذه فكرة البرنامج لاحظ الآن أنه ما في أيقونات ما في رسومات ما في الأشياء هذه كلها لكن في النهاية الأساس واللب وهم شيء في البرنامج اللي هو سلسلة تعليمات مكتوبة بلغة برمجة موجود هذا هو مشترك بين جميع البرامج لو تشوف برنامج وورد مثلا في مايكروسوفت هو فعليا بالشكل هذا لما تشوف المطورين تلقى مشتغلون برنامج بالشكل هذا لغة برمجة في مجموعة أوامر بس طبعا أوامر ضخمة جدا أو عدد ضخم جدا من الأوامر ملايين الأسطر زين لاحظ هذا هو البرنامج هنا هذا هو الأوتوبوت حق البرنامج ما في رسومات البرنامج يشتغل بشكل بشكل كتابي لما نجي ننفذ البرنامج بكل بساطة نضغط هنا على الزر الأخضر هذا حتى ننفذ البرنامج زين نضغط نقول نفذنا البرنامج الآن هذا تنفيذ البرنامج لاحظنا التفاهم بين المستخدم وبين البرنامج من خلال كتابة ما في أي رسومات ما في أي إقونات زين فهنا مثلا الآلة هذه تطلب مننا كم معنى من هاللة فنقول مثلا معنى 77 هاللة نضغط انتر زين بعدين الآلة تعطينا نقول ورد كان معك 77 هاللة الصرف راح يكون بالشكل التالي راح تاخذ نص ريال قطعة واحدة نص ريال قطعة واحدة ربع ريال وصفر من القروش وقطعتين هاللات يبقى زين فلو تجمع هذه مع بعضها تطلع لك 77 هاللة فإذا هذا برنامج الآن مجموعة من التعليمات متسلسلة لاحظ هذه تعليمة 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 راح يشوف شمعنى التعليمات هذه واحدة واحدة لكن كل واحدة من هذه عبارة عن تعليمة ينفذها الكمبيوتر زين مجموعة مسلسلة متسلسلة منتهية مكتوبة بلغة برمجة هي لغة الجافة لحل مشكلة معينة وطبعا في خوارزمية كتبت راح تشوفها إن شاء الله في المثال في الفيديو لما نجي نحل المشكلة هذه بالتفصيل شوف كيف نكتب الخوارزمية في البداية ثم بعد كيف نحول الخوارزمية إلى البرنامج لكن مهم جدا أنك تفهم لما نقول هنا برنامج تفهم مش معنى البرنامج يعني الصورة اللي براسك هذه تشيلها شوي خصوصا كمبتدة في برمجة فيما بعد إن شاء الله تبدأ تسوي برامج زي الورد وزي الأكسبلورر وغيرها برامج لها إيقونات لها رسومية لكن في البداية أو مثلا على الجوال برامج بالنمس وكذا لكن في البداية لابد تفهم المفاهيم العلمية زي أن تشتغل على المستوى هذا المستوى الكتابي طبعا لاحظوا أنه برضو في شيء حاجة مهمة جدا في البرنامج أنه البرنامج هذا اللي قدامك مكتوب بلغة الجافة لكن فعليا الكمبيوتر لما يجي نفذ البرنامج طبعا البرنامج دائما يكون مخزن في ملف هذا هو الملف ملف ينتهي ب.java زي أو يكون موجود ضمن مشروع برمجي ورح نشوف هذه الأشياء إن شاء الله لما نسوي برنامج الأول لكن فعليا البرنامج بالنسبة الكمبيوتر فإنه هذا هو البرنامج هو عبارة عن أرقام الصفر واحد بس طبعا هنا مكتوبة بالستة عشرية زي في الكمبيوتر هذا هو اللي يفهمه فعليا زي وليس الكلام الموجود قدامك طيب إذن وش اللي يصير بالضبط اللي يصير بكل اختصار هو أنه الكمبيوتر تكتب أنت أول شي تكتب الخوارزمية زي خلنا نحطها كذا أول شي تكتب الخوارزمية بلغة الإنسان زي بلغتك أنت حتى تفهم المشكلة وتحدد الخطوات كذا بعد كذا أنت تحول الخوارزمية إلى برنامج بلغة الجافة هذا كله أنت يدوي تسويله برنامج بلغة الجافة زي بعد كذا البرنامج هذا بدون ما تشعر أنت يدخل على شي يسمونه كومبايلر زي أو مترجم كومبايلر طبعا برنامج كذا يكون مخزن في ملف زي خلنا نحط رمز كذا له الملف هذا شي كذا 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 dot java زي يدخل إلى لغة إلى الكمبايلر هذا أو المترجم خلنا نحط هنا المترجم مضبوط المترجم هذا مهمة أنه يترجم من لغة الجافة إلى لغة الآلة زي يعطيك ملف نفس الاسم مثلا خلنا نسمي البرنامج هذا مثلا شو اسمه مثلا welcome اللي راح نكتبه إن شاء الله welcome dot java welcome يعني مرحبا welcome فيطلعنا هنا برنامج اسمه welcome dot class زي زي يكون هذا البرنامج بلغة الآلة مضبوط إذن هذا هي التسلسل اللي راح نسويه في البرنامج طبعا في البداية ما راح نشوف الخورزمية كثير لين راح برنامجنا زي ما قلت لك تكون جدا تافية وبسيطة بس عشان نفهم لغة الجافة والأدوات اللي تعطينا بعدين بعدين نبدأ نكبر البرنامج شوي زي هذا البرنامج اللي شفته توحك صرف النقود نبدأ نكتب خورزمية اللي البرنامج شوي فيه شغل وكذا فنبدأ كتابة خورزمية بعدين من خورزمية نطلع البرنامج اللي في لغة الجافة بعدين نسوي الترجمة طبعا الخطوة هذه الكمبيليشن وش اسمه البرنامج اللي يطلع لك بلغة الآلة هذي الخطوة طبعا يسويها لك اكلبس تماتيك مجرد انك تروح تنفذ البرنامج في اكلبس زين راح سوي لك الاكلبس الترجمة اللغة الآلة توماتيك وينفذلك البرنامج ويعطيك هنا المخرجات حق البرنامج زي ما قلنا بشكل مكتوب الفيديو القادم ان شاء الله راح نبدأ ببرنامج فعلي راح نشوفش البرنامج راح نشرح وشي يسوي البرنامج ونشرح كيف ونخليك تكتب البرنامج هذا بشكل فعلي لكن مهم جدا تراجع الفيديو هذا اذا كنتم حسيت انك ما فهمتوا تراجع شوي عشان تفهم وش معنى وش بالضبط اللي حنا راح نسويه هذا هالبرنامج اللي راح نسويه ما راح يكون برنامج زي الورد والإكسل وغيرهم لا راح يكون برنامج مكتوب كتابيا تفاهم معه راح يكون كتابيا وشغلنا كله راح يكون من جوه ما يسمى ببرنامج الإكليبس او البيئة الإكليبس هذه اللي تتيحنا تطوير برامج بلغة جافة فعلى الأقل كم مبتدئين بعدين إن شاء الله فيما بعد في كورس قادم فإذا صرت محترف بالبرمجة تبدأ برمج برامج أكبر وأفضل إن شاء الله اشتركوا في القناة